مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا يعني مشاعر حب مشاعر بيشوفك انت الام سواء انت راجل او ست اللي بيسمعني فعنده مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه انت شخص عندك حنان ليه عندك يعني عطاء كمان فهو بيحس معاك احاسيس قوية جدا ممكن لو انت ست اللي بتسمعيني فممكن انت بالنسبة للشخص ده ام ولاده انت مصدر عطاء خير بركة وفرة عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من برج الدلو فالشخص ده بيشوف انك انت الشخص اللي بتقدر تحتويه وانت الشخص اللي احنين عليه او او بتسمعه قويس اه انت في حياته بتحقق له توازن بتحقق له سعادة اه بيحس بامان بتمامينة اه احسست وجود الام كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسته ان حبك ليه غير مشروط او مش اه معلق بشيء معين اه كمان عنده في مشاعره فدي مشاعر حب قوية جدا وانجذاب ليك اه بشعر كبير يا برج الدلو. اه سواء على المستوى العاطفي او الجسد دي كمان. اه ده بالنسبة لمشاعره. تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. اه شايفه في تفكيره او افكاره اه تجاهك في انجذاب قوي ليك جدا. اه الشخص ده ممكن يكون اه احيانا بيبقى متعصب متعور. اه ممكن اه العلاقة فيها اون اوف كتير يعني اه بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده. اه ممكن يكون شخص اه شوية متعور في تصرفاته. ممكن تكون طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني. احنا قلنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة اه شيء تاني. يعني ممكن انا اكون برج ناري. وطاقتي في الوقت الحالي مائية. يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة الزيادة عن اللزوم. طاقتي مائية. رغم ان انا برج ناري مسلا. فهي دي الطاقة وهو ده البرج. لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج. فهو طاقته اه نارية اه او افكاره. اه اه شخص ده قلبه موجوع قوي. حسس بواقي. هو حس ان هو وجعلك قلبك او انتم فيه بينكم مشاكل متكررة. او اه في حاجة تخص طرف تلت. طرف تلت اهل. اه طرف تلت افكار. افكار مش كويسة. اه او طرف تلت يكون شريك عاطفي فعلا. كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها. ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده. او اه يكون انتم حصل بينكم مشاكل كزا مرة. هي هي. يعني مش مشاكل متكررة مختلفة. لا نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة. كل مرة مش بيتغير. فهو ممكن حس ان هو وجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده. قزا مرة او العكس. هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها قزا مرة. اه بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره. عن ان هو يدي لك حقوقك لو هو لو هو اللي ظلمك او لو هو اللي مظلوم منك فهو بيبحث في كل الاحوال. اه طاقة فيها بحث. ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني. اه ممكن يكون شخص تفكيره ناضج اه في الوقت الحالي. اه ممكن يكون اه منعزل لو انت بتشك في علاقة ثلاثية في الشخص ده ما عندوش في الوقت الحالي هو الوحده. انا شايفاه هو الوحده. حتى لو هو في علاقة فهو الوحده في الوقت الحالي. اه نحتاج ان هو يفكر ان هو يبحث عن حلول ان هو يبحث عن توازن. ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه او المساوية في الاخذ والعطى بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث فيها بحتي كمان بسبب اه زي ما قلت اه ان هو قلبه موجوع او مكسور في الوقت الحالي او ان هو اه بسبب العلاقة فيها اون اوف كتير وعدم توازن ومشاكل وكده فشخص ده بيبحث في وقته الحالي طاقت وبحث عن حلول. اه نويات جاهك او تجاه العلاقة. اه زي ما قلت الشخص ده في نويات محتاج ان هو يتشافى اه يعني الشفاء من الام كتير قوي. يعني هو عنده التنفسورد. التنفسورد دي هي ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو كانت سلبي مقلم جدا. لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير قوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده اه لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان ما فيش بعد كده قلم او ما فيش بعد كده اه حاجة تاني هتحصل. في اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة الالم الكبيرة الفضيعة اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم ليه ونايم كده. او ان الشخص ده اه خلاص اه كل السيوف كده اخدها. اه فيبتدي يقوم ويبدأ من اول وزديد. فانا شايف الشخص ده فعلا اه بيدور على شفاء بي اه على توازن على اه اه يعني عدالة في الاخد وفي العطى. اه فهو هيقوم يعني هو عنده القوة ان هو يبتشفي من وضع زي ده. اه بيفكر فيك جدا بشكل كبير. اه شايف انك انت فرصة اه شايفك كمان الشخص ده اه هير مشاعر الحب فيه مشاعر تقدير. شخص ده بيقدرك. يعني انت بالنسباله اه اه مش يعني اه شيء قيم مش معناها ان انت شيء. اه هو طبعا كلنا شيء. يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. اه كمان هو شايف انك انت شخص اه يعني اساسي في حياته او انت شخص زوقي في حياته. اه في نوايا اه فيه اسرار. ممكن حس انك انت بتخبي عليه شيء. حس انك بتخبي عليه حاجة او حاسس انك اه اه شخص غامض. وهو مش قادر اه اه يعرف حقيقة اه مشاعرك تجاهه. اه اه بيرقبك الشخص ده في نوايا. في نوايا شفاء. الشخص ده محتاج يتخلش من اشياء سلبية كتير في حياته. وكمان اه محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاهلك. في الفترة اللي جاية ممكن تلاقيه بيتجاهلك. اه اه او اه تلاقيه ان هو با اه شخص غامض. اه هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية اه في الوقت الحالي. اه لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لنفسه الاول. او هو يزبط اموره الاول وبعد كده اه يبتدي يتعامل معك او يبتدي يتكلم معك. اه ده اللي موجود في نوايا. او الشخص ده في نوايا هو هيعمل كده في الاول. وممكن اثناء ما هو بيعمل كده انت تحس بتجاهل اه من ناحيته. اه لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض حقيقي وهيتكلم معاك. وهيكون فيه بينكو اه يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. اه خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. اه متمسك بيك الشخص ده. اه وبيه رقبك. فيه مرقبة منه لك او انت بترقبه. اه لكن فيه ترقب. هو بيرقبك بهدف اه اه الفضول. او بهدف انه هو يشوف منك يشوف منك حاجة. او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو اه بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لا. اه هي دي طريقة المرقبة اللي انا شايفاها منه لك في الوقت الحالي يعني. اه بيرقبك كده في في السر اه للبعض. للبعض ممكن اه الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ لاشخاص اه اه لمساعدته. اه ممكن الشخص ده مكتوف منك. ممكن الشخص ده مستني يشوف منك. اه 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 يعني اه او ضق اخضر كده ان انت اه ان انت مستعد لان هو يرجع لك تاني. اه دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حد يشوف المناسب به. اه لكن في كل الاحوال شايفا متمسك بيك. اه شايفا بيبص عليك. اه لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان فيه بينكم عائق ديني. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي. لبعضكم طبعا. اه فخطواته القادمة الشخص ده يبقى بيبص عليك وبرقبك. في الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها دي وممكن يكون اه يتخفى في اه او او يعمل اكاونت فيك مثلا. او يتخفى في اي حاجة او كده ويرقبك او يسأل اشخاص عنك. اه فانت هتكون شغل الشاغل في الفترة دي. اه في ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده. والبعضكم زي ما قلت الشخص ده متنبت بيك. ومع كده هو شايف ان فيه شيء بيمنا. ممكن يكون انت متزوج. هو متزوج. اه في عقد في حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده. اه في مشكلة في العلاقة دي. هو الشخص ده شايفه. اه ده من ناحية خطواته. طيب اقول لكم اجابات الملائكة قبل ما نروح للاوت كام او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لان اه ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لان دي طاقات متغيرة. لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك اه اه في الاسابيع القليلة القادمة. اه لو انت تسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقول له لك لأ. اه اه ممكن تكون اه بتشك ان شخص ده عنده طرف تالك او ان هو مش بيحبك او او او. يعني يا ربي تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بنسبي لك ما تكونش حاجة وحشة بنسبي لك. اه كمان بيقول لك اه اه في طريقة تاني افضل او في حاجة تاني افضل. اه فانت شوف ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي فيه افضل منه. فيه حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده اه مش مناسب بالنسبالك او شخص متعب بالنسبالك او مش هتقدر تكمل ففيه افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط ففيه طريقة اكتر من افضل من دي. تقدر تدير بها العلاقة سواء انت او الطرف التاني. الرومانس انجل بيقول لك آآ في شخص راجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده. آآ بيقول لك كمان ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توقم روحك. آآ في كمان بيقول لك ان آآ في عندك مشاكل من الطفولة. او عندك مشاكل في الاهل. بس اقول لكو على حاجة بور جدا الكارتة ده بيقول حاجات كتير قوي. فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كانسين في صال احد الابوين او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العاطفية في الوقت الحالي. دي حاجة. الحاجة التانية آآ ممكن تكون انت في خلاص مع الاب والام. وانت لازم تخليهم يسمحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة الاب الام الاخوات او او كده. في الوقت الحالي بحيث انك انت حياتك آآ تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فايه كل حد يشوف آآ في ايه او في مشكلة تخص الاطفال. او في حياتك العاطفية بتأثر على آآ اطفالك. لو انت عندك اطفال. آآ فخلي فانت خلي بالك من ده. آآ فانت حاول انك تتطمن انك تشيل شكوك زنون آآ اوهان. آآ الشخص ده بيقول لك ان هو آآ في عودة شخص من الماضي. الشخص ده هو حبيبك. فعلا هو توقم روحك. آآ لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفسيتك انت. آآ طيب. آآ بالنسبة لللي بيسأل عن الشغل. في برج ال آآ وطبعا اللي مستني الاوتكم استنوني. خدنا كروت سريعة للعمل والمال واستحها. آآ لان كتير قبل يتكلمي عنهم. آآ العمل في عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسمه ييجي في حاجة. او مستني آآ آآ صفر او مستني باسة هجرة حاجة كده. فده جايلك ان شاء الله. انت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خايف تقدم مرأة او كده. فعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. آآ كمان بآآ انت عندك مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبة لك. آآ لان انت آآ يعني اقادر على اي شيء في الوقت الحالي. آآ كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده جهز كل حاجة. يعني ما تخليش فيه اي حاجة نقصة. آآ بحيث ان الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. يعني الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. آآ فجهز كل ورقك خليك جاهز من كل حاجة في الوقت الحالي. بحيث ان لو جات في اي وقت مضيهش من ايدك. لان زي ما قلت هي جاي لك في صورة فرصة. لو انت في الشغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير ويبقى عندك شهرة كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى آآ سيتك آآ واصل لكل مكان او مسمع زي ما بيقولوا لان انت هتكون آآ آآ واخد طاقة المجيشن. يعني بتعمل آآ كزا حاجة. هتبقى مشهورة عند آآ رؤسائك. انك آآ شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده. يعني كل ده يخص العمل فانت عندك النحية العملية. فكل الاحوال انا شايفها آآ جيدة جدا. الصحة آآ شايفة في الصحة آآ في استقرار. يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعضكم ممكن يستفر لعمليات تجميل. او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للاحسن. آآ ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجميلية. ممكن لو راجل ممكن هتروح الجم هتحسن من جسمك. لبعضكم ممكن نحتاج عنده مشاكل في القدمين او كده ممكن بسبب آآ تخنة او حاجة. فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لدايت او لتخصيص بايا كان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي آآ شكلك هيبقى متغير يعني هيبقى منور هيبقى آآ في آآ طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدل. آآ الاموال انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرد او في مساعدة انت طالبها من حد. وهتجيلك ممكن من الاهل او آآ في حاجة هتجيلك في البيت. وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت. انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع. او آآ في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة آآ كبيرة. ففي حاجة هتجيلك سواء كارد او آآ او منحة او حاجة زي كده انك تعمل بيها حاجة آآ آآ تخص كده مشروع بيت. حاجة كبيرة يعني مش حاجة عادية يعني. آآ فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي. آآ بالنسبة للعازبين من برج الدلو. العازبين من برج الدلو انت بتراقب شخص ومتحير جدا في الوقت الحالي. آآ متقلم تعبان نفسيا مش بتنام. آآ عندك قرق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي. او تحدد الشخص داعي بيه ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير. لكن انت بص على شخص معين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي. وده تعبك قوي او بتفكر فيه في شكل كبير. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون مش يوسيبك. آآ من غير سبب او من غير ما يقول لك. يعني ممكن يكون هو عنده سبب لكن ما قالكش عليه. آآ الشخص ده لو هو مش يوسيبك فهو رجع تاني. آآ لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة. او هو غير راضي عن وضع في العلاقة. آآ آآ وعاوز يحقق رضا. عايز يعمل حاجة.